السلام عليكم ورحمة الله نواصل حديثنا عن عمليات التجفيف نتكلم الآن عن بعض النقاط الهامة فيما يتعلق بمعدل التجفيف rates of drying الشكل الأهم اللي أمامنا حقيقة هو عبارة عن علاقة ما بين عدة متغيرات فلدينا مع في الـ X-axis لدينا عامل الزمن الطايم بينما الـ Y-axis لدينا عدة متغيرات المتغير الأول هو moisture content of the product فإذا نظرنا إلى رطوبة المنتج مع الزمن نجد بأنه عند بداية عملية التجفيف يكون المحتوى الرطوبي للمادة الصلبة أعلى ما يمكن مع بداية العملية واستمرارها يبدأ هذا المحتوى بالانخفاض ويستمر انخفاض المحتوى الرطوبي إلى أن نصل إلى هذه النقطة بعدها المحتوى الرطوبي للمادة الصلبة يتحول إلى قيمة ثابتة بمعنى أنه تبقى المادة الصلبة تحتوي على نسبة من الرطوبة هذه النسبة لا يمكن تجفيفها إطلاقا مهما امتدت عملية التجفيف الشكل الثاني المدمج في الشكل الأمامنا هو علاقة ما بين الزمن ودرجة حرارة المنتج في حالة التجفيف بواسطة الحرارة تبدأ عند نقطة الأصل عند بداية عملية التجفيف وتكون درجة حرارة السائل في أقل ما يمكن درجة حرارة المادة الصلبة أقل ما يمكن تبدأ هذه الحرارة بالارتفاع ثم ونتوقف عند هذه النقطة التي ينتفي فيها أو ينتهي عندها تجفيف المادة الصلبة الشكل الثالث الذي أمامنا هو فبالنظر إلى معدل التجفيف الذي يمكن أن نعرفه على أنه كمية الرطوبة المفقودة من المادة الصلبة لكل وحدة مساحة لكل فترة زمنية محددة من عملية التجفيف فبالنظر إلى هذه العلاقة مع الزمن نجد أنه عند بداية عملية التجفيف نبدأ من النقطة صفر ثم ترتفع معدل التجفيف أي يرتفع معدل كمية الرطوبة المفقودة من المادة الصلبة هذه الفترة هي خلينا نسميها الانيشيال بيريود الفترة الابتدائية لعملية التجفيف بعدها نتحصل على الكونستانتريت دراين بيريود عند هذه الفترة كمية الرطوبة المفقودة لكل وحدة زمن لكل وحدة مساحة من المادة الصلبة ثابتة أي يدخل الهواء فينتزع قدر من الرطوبة دلتا M ثم يخرج فتدخل كمية أخرى من الهواء وتنتزع قدر مساوي للكمية السابقة من الرطوبة التي تم انتزاعها وتستمر إلى أن نصل إلى هذه النقطة بتطلق عليها الكريتيكال مويس شر بعد هذه النقطة كمية الرطوبة المفقودة تبدأ في التناقص إلى أن تتوقف عند هذه النقطة وتنتهي عملية التجفيف نحن عارفين بأنه من النادر جدا أن تتجف المادة بصورة مئة في المئة وإن تم ذلك فنتحصل على مويس شر كونتينت هذا المستقيم يستمر في الانخفاض إلى أن يتلاقى مع الـ X-Axis عندها نستطيع أن نقول بأنه المادة is born dry إذا حبينا أن ننظر إلى الـ Water content المحتوى الرطوبي مع الـ Drying time اللي هو زمن التجفيف بنجد بأنه لدينا two shapes يمكن أن تبدأ كمية الرطوبة في الانخفاض بعد فترة زمنية معينة وبنسمي هذه الفترة بالـ lag period أو lag time أو يمكن أن يبدأ المحتوى الرطوبي بالانخفاض مباشرة without lag period هذه المسألة تعتمد على طبيعة المادة الصلبة المراد تجفيفها وأيضا تعتمد على نوع الرطوبة هل هي bound moisture أم هي surface moisture على السطح الخارجي للمادة الصلبة ترجمة نانسي قنقر